أنا يعني هزتني صيحة الأستاذ والأخير العزيز حيدر حنون باعتبار رئيس لجنة رئيس هيئة النزاهة فهزتني كثيراً هذه الصيحة صراحة بالإعلام لذلك استغربتها وأعتقد واثق إنها هي صيحة حق لكن ربما جاءت في وقت غير مناسب ربما لم يكن للأسلوب موفقاً لكن واثق إنها صيحة حق ما حاولت أو ما قلته أن هيئة النزاهة ليست مستضعفة بل بالعكس أغلب الموظفي الدولة وقياداتها والمقاولين والسراق كلها ترجف من هيئة النزاهة اليوم خاصة في ظل قيادة الأخ العزيز حيدر حنون هو خلق سطوة قوية لهاية النزاهة ويومياً نسمع بالإعلام أنه تم الكشف عن سراق المال العام وتم إيداعهم السجون وتم جرى استرداد أموال وجرى استرداد هاربين خارج العراق بالعكس أطاها زخم عالي جداً خلال هاي السنتين لذلك إنه قال مستضعفة أنا استغرفت وشفتها صعبة هاي كلمة مستضعفة هيئة النزاهة قوية قوية برئاستها نفس السيد القاضي حيدر حنون وأيضاً بأفعالها طيلة هاي السنتين الماضيتين لذلك فقط هذا الجانب يعني توقفت يما قضية الاستضعاف أما أنا واثق أنها صيحة حق لكن هاي صيحة المواطن قد تكون أعلى من ذلك بكثير فعلى الأخوة في حيات النزاهة أن يستمعوا إلى صيحات المواطنين وأن يمضوا في طريقهم والمواطن معهم والحكومة معهم والمرجعيات معهم والقوى السياسية الوطنية والشريفة معهم لذلك يفترض عدم التواني أما فتح ملفات أخرى والله كنا ننتظر على فتح ملفات بس أنا أتمنى هاي الملفات تفتح في أجواء سياسية هادئة مو في أجواء الخلافات فقط ولا في أجواء الصراع بين القوى السياسية وأن ذاك قد تؤثر بأنها اتهامات قد تؤثر بأطارات أخرى اليوم ستستقر الوضع بشكل عام يعني بعد كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعد لقاءة برئيس مجلس القضاء أكيد ستستقر الأمور باتجاه إيجابي لصالح الكل وبالتالي على الأخ رئيس سيأت النزاهة أن يفتح ما لديه من ملفات دون أي رادع أو دون أي واعز أما قضية أن دولة رئيس الوزراء يمنع رئيس هيئة النزاهة من الظهور فهيئة النزاهة هيئة مستقلة ما لها علاقة في ما تاخذ قرارها مباشر من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها هيئة مستقلة والإشراف عليها هو من البرلمان هو الآن السيد حيدر حنون يمارس أعماله عاد إلى بغداد يا سعد المستشار عاد إلى بغداد يمارس أعماله ما زال رئيسا منه نعم حسب علمي طيب أنت قلت عبارة جميلة جدا ويمارس أعماله أي ما زال رئيسا نعم 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 زيان أنت قلت عبارة جميلة جدا أنت تقول ما قاله السيد حيدر حنون هي صرخة حق حتى أخذ ما نشيت هذا موقف الحكومة الرسمي بالتعامل مع السيد حيدر حنون ما قاله هي صرخة حق من أجل الحق والله ثقة مطلقة بالتأكيد بهيئة النزاهة العراقية وبرعاستها بالتأكيد الثقة عالية وكبيرة جدا وإلا ما كان تم تكليفه ثانيا مسيرة بهاي السنتين أيضا تزكي أعمال هيئة النزاهة بشكل كبير لأن نتاجاتها كبيرة وما قدمته للبلد خلال هذه السنتين استطاعت أن توقف الكثير من عمليات الفساد صراحة واليوم الموظف الحكومي يحسب ألف حساب لهايئة النزاهة قبل أن يخطئ صراحة لذلك محل اعتزاز نشاط هيئة النزاهة ورئاستها أعتقد أنها محل اعتزاز لدى الجميع وتبقى إذا أكو هناك مشكلة قانونية أو يعني أكو هناك شيء معين هو صرح بي لأخ حيد الحنون قضية أراضي اثنين ومسجلة باسمها يعني وفق السياقات القانونية وهو حجب مبررات هذه القطع وشون حصلها أسير القصة ميما القطع سيد سبحان أستجب القاقب تعتقد الموقف الذي أسميته بالشجاع لحيدر حنون ضد الفاسدين واسترد أموال واقف شبهات فساد هذا الرجل سيدفع هذا الثمن من يحميه؟ والله يحميه القانون وكلنا نخاف القانون والقانون هو الفاصل بين الجميع فإن كان هو مخطئ لا سامح الله فأكيد القانون فوق الجميع وإن لم يكن مخطئا كما عبر عنها في صيحته الأخيرة في أربيل فبالتأكيد القانون سينصف ولن ينال منه شيء أحدا شيئا